شهدت العاصمة العراقية بغدادة والمدن الجنوبية تظاهرات شعبية واسعة منددة بالفساد ومطالبة بتوفير الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطن حيث تظاهر المئات في ساحة التحرير رافعين شعارات منددة بالحكومة وتجاهلها لمطالب المحتجين مع تلويحهم بتنظيم اعتصامات واسعة في بغداد ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه محافظات وسط وجنوب العراق التسع تظاهرات مماثلة مطالبة بمحاكمة الفاسدين وتوفير الخدمات وصعد متظاهر البصرة من مطالبهم باللجوء إلى الأمم المتحدة لتنفيذها هناك رئيس وزراء سابق يسمى بنور المالكي لديه قمة الفساد وهو أمين عام حزب الدعوة ورئيس وزراؤنا هو في حزب الدعوة فلماذا لا يضع الأسئلة على رئيس وزراء السابق فإن من يغطي على الفساد فهو متورط في الفساد لذلك أهم كلمة بالنسبة للشارع العراقي أن يكون لدينا رئيس وزراء النزيل وبحسب ناشطين فإن القوات العراقية ضيقت على المتظاهرين حيث قامت بمداهمة المقاهي وأماكن تجمع الشباب واقتادت عددا منهم في محاولة للتقليل من زخم التظاهرات وبحسب ناشطين فإن سقف مطالب المتظاهرين بدأ بالارتفاع شيئا فشيئا مهددين بالذهاب إلى الأمم المتحدة لتقديم طلباتهم بعد عجز الحكومة العراقية عن تنفيذها في رأس الدوليمية الإخبارية بغداد